داعش يتبدد وينحصر في مساحة ضيقة بين البوكمال والميادين الحدوديتين مع العراق تحذير نممي من أكبر مجاعة يشهدها العالم في اليمن ضحاياها بالملايين الناتو يقرر انشاء قواعد عسكرية جديدة في أوروبا لمواجهة روسيا اهلا بكم الى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم من الميدان السوري محمد الخضر من دمشق ومن الميدان العراقي محمد الفهد من بغداد ومن الميدان اليمني أحمد عبد الرحمن من صنعاء ولمتابعة هذه التطورات ينضم إلينا في الستوديو الباحث العسكري العميد المتقاعد محمد عباس أهلا بك كالمعتاد سيادة العميد نبدأ من الملف السوري حيث أعلن الإعلام الحربي في سوريا بأنه بعد تحرير البوكمال لم يتبقى أمام داعش إلا جيب ممتد من شمال المدينة إلى الميادين مساحة ضيقة غرب نهر الفرات وشرقه ويواصل الجيش السوري وحلفاه في محور المقاومة تمشيط البوكمال وتفكيك العبوات النصفة والألغام التي خلفها تنظيم داعش ونشر الإعلام الحربي مشاهد والانتشار الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة في البوكمال والمعارك التي سبقت تحرير المدينة ترجمة نانسي قنقر الجيش السوري وفي بيان له أعلن مواصلة ملاحقة فلول إرهابي داعش في صحراء بعد تحرير البوكمال للحدودية مع العراق البيان وصف تحرير البوكمال بالإنجاز الاستراتيجي وأعلانا لسقوط المشروع التقسيمي يكتسب تحرير مدينة البوكمال أهمية كبيرة كونه يمثل إعلانا لسقوط مشروع هذا التنظيم في المنطقة عموما وانهيارا لأوهام رعاته وداعميه لتقسيمها ويحكم السيطرة على مساحات واسعة من الحدود السورية العراقية ويؤمن طرق المواصلات بين البلدين الشقيقين كما يشكل هذا الإنجاز الاستراتيجي منطلقا للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها على امتداد مساحة الوطن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تحيي أرواح شهدائنا الأبرار في الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة والحليفة أصحاب الفضل في كل الانتصارات تجدد عهدها لأبناء شعبنا الأبي أن تبقى قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وحصنه المنيع في مواجهة الإرهاب وإسقاط المشارع الصهي أمريكية والدفاع عن وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية ومن العاصمة السورية دمشق ينضم إلينا مراسل الميدين محمد الخضر وأيضا ينضم إلينا من بغداد مراسل الميدين محمد الفهد أهلا بكما أبدأ منك زميل محمد الخضر إذن الجيش السوري يعلن تحرير سوريا من داعش ربما نتحدث عن ما جرى في الحدود السورية العراقية كيف أصبح الوضع الآن على الحدود بعد الإعلان عن تحرير هذه المنطقة محمد من داعش مساء الخير في الواقع تماما أصبح الطرق أصبحت تصل بين القائم العراقية والبوكمال بعد القضاء على داعش في هذه المدينة الحيوية الواقعة حوالي الشرق تماما وعلى الحدود مع العراق أصبحت آمنة عادة الطرق لتفتح بين القائم والبوكمال بشكل رئيسي هي آخر مدينة توصف وليس فقط في دير الزور آخر مدينة يتواجد فيها أو كان يسيطر عليها هذا التنظيم الإرهابي في الواقع حاليا تجري العمليات ليس فقط في إطار معالجة المفقخات والعواق الهندسية التي طالما يتركها مسلح أو إرهابي داعش خلفهم وأنما حاليا مطاردت فلول هذا التنظيم بالجهات الشمالية في الواقع منجز كبير جدا ومنجز يعني يجعل الجيش السوري وحلفاء في محور المقاومة قاب قوسين أو أدنى من إعلان كل البادية السورية وأنجاز كل عملية البادية السورية على اعتبار أنه قبل تحرير البوكمال ومدن كثيرة في دير الزور كانت هناك العملية قد قطعت أشواطا بعيدة ولم يبقى سوى جيوب صغيرة للغاية البوكمال هي مركز كبير في الواقع لذلك نحن نتحدث عن طيص صفحة هذا التنظيم على كامل الأراضي السورية أو اقترب لدرجة كبيرة الإعلان عن هذا المنجز العسكري الكبير للجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة بطبيعة الحال طيب محمد إذا ما أردنا أن نذكر ربما المشاهدين بالواقع المدني في البوكمال هل هي مدينة خالية من المدنيين أم هذه المدينة كانت مكتضة بالمدنيين وكيف تم التعامل معها من الناحية المدنية في الواقع هي مدينة أساسا في الأشهر الماضية والأسابيع الماضية بشكل خاص فرى كثير من أرهابيي ذلك التنظيم إلى مركز هذه المدينة بشكل أساسي بعد ضربات الجيش السوري وحلفائه جرى ذلك عندما فق الجيش السوري الحصار عن دير الزور ثم عندما استعاد مدينة الميادين بلدة محقان كل هذا الريف في الواقع وشمال النهر والشرق النهر وغرب النهر هي مدينة فيها مدنيين بطبيعة الحال التنظيم فرى مع العناصر الأجنبية تحديدا فرت أولا قبل بداية هذه المعركة المهاجرين يسمونها فروا إلى المناطق الشمالية وبعض الناشطين يتحدثون عن إنزال لطائرات أمريكية قبل ثلاثة أو أربعة أيام وسحبت على الأقل عشر من ألقادة في هذا التنظيم بعد تدمير سياراتهم ووثائقهم الارهابيون المحليون من داعش فروا في الريف الشمالي بطبيعة الحال طبعا البوكمال هي مركز كبير مركز سكاني أساسي فيها كان من سكان المدينة وسكان الريف المحيط الذين يعملون في الزراعة أو بالتجارة أو في كل تلك المجالات حاليا في الواقع المعطيات الرقمية عن ما وجد في تلك المدينة ومن بقي منهم غير دقيقة للغاية على اعتبار أن العملية هي منذ بضع ساعات فقط وهي تتركز حاليا على تأمين هذه الجوانب الجوانب الهندسية ثم ملاحقة فلول هذا التنظيم الذين فروا بشكل أساسي على هذا الجيب الطويل على طول الفرات حوالي ستين كيلو مترا تمتد بين البوكمال وحتى مدينة الميادين شرقا نعم طيب محمد الآن أمنيا ما هي الإجراءات التي يقوم بها الجيش السوري في البوكمال فيما يتعلق بحظم التنظيم المنطقة نعم هو جزء الأهم في الواقع هو تأمين المنطقة دوما هناك جزء هندسي أساسي يتصل بمعالجة المفخخات السيارات المفخخة العبوات الناسية فثم هناك جانب يتصل بأمور أمنية تتصل بمداهمة هذه المقرات ماذا خلف هذا التنظيم وراءه يعني وثائق قد تفيد في تكوين صورة كاملة أو يعني ذات صلة أمنية بشكل أساسي ثم هناك بطبيعة الحال هذا الربط الذي يربط الأراضي السورية بالأراضي العراقية بين القائم ومدينة البوكمال وهذا هو ربما جزء أساسي من هذا المنجز أي عودة الاتصال بين البلدين عبر هذا المعبر المعبر الأساسي والممتد والذي تعبره كانت السيارات والقافلات والذي طالما استثمره داعش منذ تقريبا حزيران عام 2014 وهذه المنطقة البوكمال تحديدا بيد داعش لذلك استثمر هذا الطريق وهذا المعبر الكبير للمرور باتجاه الأراضي العراقية وبالعكس باتجاه الداخل السوري سواء لدير الزور ثم الرقة ثم المناطق التي كان يسيطر عليها هذا التنظيم نعم اسمح لنا إذن هذا فيما يتعلق بالجانب السوري اسمح لنا أن نأخذ فيما يتعلق بالجانب العراقي من الحدود مع زميل محمد الفهد محمد كيف هي الأوضاع على الحدود إذا ما أردنا أن نتحدث عن اتصال بين البوكمال والقائم العراقية فتح هذه الحدود بعد تحريرها من داعش نعم وهي خطوة ستراتيجية مهمة أن تحقق القوات العراقية وكذلك القوات السورية هذا الالتحام على الحدود لاعتبار أن تنظيم داعش كان مستفيدا من المناطق القريبة من الحدود ويتخذ منها كقواعد خلفية له إن كان في سوريا أو في العراق سيطرة على القائم مهدت للقوات العراقية المشتركة أن تسيطر على معبر القائم بعد ذلك بحسب القيادات أن بعض عناصر داعش يحاولون التعرض على القوات العراقية لاعتبار أنهم ينشطون عند مدينة القائم وصول قوات السورية وتحقيق هذا الاتقاء هو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه الحكومة العراقية بالتنسيق مع الحكومة السورية وهو المتمثل بالقضاء على تنظيم داعش عند الحدود التي تمثل نقطة التهديد المشترك للبلدين وبالتالي كذلك زيادة أفق التعاون الأمني والتنسيق لمسك الحدود الطويلة ما بين البلدين والتي مثلت أهم بوابة لانهيار الأمن في عدد من المحافظات العراقية وكذلك المحافظات السورية لاعتبار أن المناطق بين البلدين كانت هي مناطق مفتوحة على بعضها يعبر التنظيم من العراق باتجاه سوريا ومن سوريا إلى المناطق العراقية كذلك الهدف الستراتيجي الأكبر وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية أو التحارف الأمريكي حاول جاهدا أن ينشئ خط صد ما بين العراق وما بين سوريا فأنشأ قاعدة التنف ودفع بعدد من الحلفاء لمنع أن يحدث هذا التلاقي ظنا منه أن يقطع طريق طهران بغداد دمشق وبالتالي تحقق الهدف للحكومة العراقية للجيش العراقي للحشد الشعبي للجيش السوري فأفشل هذا المشروع فيما يخص القائم هناك إجراءات الآن هندسية لرفع المخلفات الحربية وإعادة النازحين إليها كذلك الجهود الهندسي سيباشر وفق القيادات الميدانية بإنشاء خندق وتحصين لهذا الخندق على الحدود لكي يكون خطا فاصلا تمسك به القوات العراقية وتتحدث الحكومة العراقية عن زيادة التنسيق مع الجانب السوري فيما يخص إذا ما استخدمت القوات العراقية كما في السابق ضربات جوية على تنظيم داعش هذا التنسيق هو يوصف بعمل مستوى قبل مسؤولين العراقيين أما فيما تبقى من فلول يقول القادة الميدانيون العراقيون أن العراق مقبل على طي هذه الصفحة لأنه الآن يخوض معركة الفلول مع عناصر تنظيم داعش في آخر منطقتين وهي ناحية الرمانة إلى الشمال من نهر الفرات وكذلك قضاء راوى ما بينهما مسافة سبعين كيلومتور فيها عدد من القرى استطاعت القوات أن تفصل بين المنطقتين وتقوم بتطويقهما تتحدث القيادات الميدانية أن يكون الأسبوع المقبل هو انطلاق لعمليات تحرير المنطقتين إذا ما تحرت المنطقتين لدى القوات العراقية أيضا أهداف أخرى وفاة تتمثل بتمشيط المنطقة الصحراوية بعض النقاط هناك تتحدث المعلومات الاستخبارية عن هروب عدد من عناصر داعش إليها نتحدث إلى الشمال الشرقي من نهر الفرات باتجاه المثلث الفاصل ما بين الحدود العراقية السورية ومحافظة الأنبار ومحافظة نينواء وكذلك هناك ترجحات بأن يهرب عدد من عناصر تنظيم داعش نحو وادي حوران في صحراء الرمادي الأنبار وكذلك وادي القذف وهما نقطتان مقلقتان حتى اللحظة تتحدث القوات الأمنية عنهما لأنهما منذ السابق يمثلان مخبأ لعناصر تنظيم داعش وبالتالي العراق لديه الآن هي معركة ملاحقة الفلول بعد أن تمكن من النجاح بالقضاء على تنظيم داعش وسيطرته الستراتيجية على المناطق المهمة أبقى معنا محمد ربما سأعود إليك بالتفصيل حينما نفتح الملف العراق ولكن بالعودة لك زميل محمد الخضر ما مدى إمكانية يكون هناك تسلل لعناصر داعش ومن أين يمكن أن تأتي هذه العناصر في الواقع الجزء الأهم هو يتصل بشرق النهر هذه المواقع التي تتواجد فيها قوات قصد مدعومة بالتحالف الأمريكي بشكل مباشر هذا هو المنفذ الوحيد وهو منفذ واسع في الواقع وطويل اليوم قوات قصد أعلنت السيطرة على بلدة مركدة في الجزء الجنوبي أو في الريف الجنوبي من الحسكة وكانت هذه مع داعش ربما هذه النقاط هي التي فيها مجال لهروب داعش بعض القادة الميدانين يتحدثون بالفعل على أن مسار الهروب لهذا التنظيم لمسلحي هذا التنظيم حتى من مدينة البوكمال كانت على هذا المحور أي باتجاه الشرق باتجاه هذه المناطق المفتوحة في الواقع والمساحات الواسعة والتي هي خارج سيطرة الجيش السوري وحلفاء هذا هو المحور الأساسي عدد عن ذلك في الواقع الجيش حقق خلال الفترات الماضية مع حلفاء في محور المقاومة إنجازات كبيرة جدا نذكر تماما في ريف حماة في ريف السلامية في ريف المتعلق في الطريق الصحراوي الذي يربط حلب بحمى أثريا خناصر كل هذه المناطق جرت أمينها بشكل كامل وفي البادية السورية وحتى محيط التنف والحدود السورية العراقية والمخافر كل هذه الأمور أمنت في الواقع لذلك يبقى هذا الجيب أو هذه النقطة التي تشكل مجالا لهروب أو تسلل هؤلاء المسلحين نعم زميل محمد الخضر مراسل مدين من العاصمة سوريا دمشق شكرا جزيلا لك على كل هذه الإحاطة بتأكيد زميل محمد الفهد بقى معنا إلى أن نفتح الملف العراقي ربما لمزيد من التفاصيل على الصعيد الميداني إذن حرر الجيش السوري آخرة مع قلن كبير لتنظيم داعش في الأراضي السورية في تقدم يأتي بالتزامن مع تضييق الخنق على التنظيم في الجانب العراقي فاطمة قاسم أهلا بكم بعد تحرير البوكمال في ريف دير الزور الشرقي على الحدود مع العراق لم يبقى تحت سيطرة داعش إلا جيب ممتد من شمال البوكمال إلى الميادين مع المساحات الضيقة غرب نهر الفرات وشرقه بخط طوله حوالي 60 كم وأهم القرى التي فر إليها مسلح داعش هي الأعشارة وأبو حمام وهجين والجلاء وسوسة على ضفتي الفرات وبعدما دخلت قوات سوريا الديمقراطية بلدة مركدة في ريف الحسكة الجنوبي إثر انسحاب عناصر داعش منها تكون البلدة الواقعة على نهر خابور آخر معاقل التنظيم المهمة في الحسكة لتنحصر سيطرة التنظيم هناك على مناطق غير مأهولة محاذية للحدود مع العراق ويبقى لداعش جيب صغير في ريف حماس شمالي والشمالي الشرقي وكذلك ينتشر عدد من المسلحين التابعين للتنظيم في جنوب دمشق في حي التضامن والحجر الأسود ومخيم اليرموك وهم في مواجهات دائمة مع النصرة أما في ريف لقنيترا في القطاع الجنوبي فمسلح داعش منتشرون تحت مسمى جيش خالد بن الوليد على الحدود مع الجولان المحتل هذا في سوريا أما على الجانب العراقي فقد بدأت عملية عسكرية من عدة محاور لتحرير راوى وناحية تأرمان شمال القائم من قضة تنظيم داعش وبهذه الخسارات المتلاحقة لداعش في البلدين يكون التنظيم قد طرد من أكثر من 97% من الأراضي الشاسعة التي استولى عليها في البلدين قبل ثلاثة أعوام تقريبا القوات العراقية كانت قد دحرت داعش من القائم واستعادت الحويجة وتلعفر وكذلك الموصل في معركة استمرت تسعة أشهر أما سوريا وحولفاؤها فإضافة إلى البوكمال الاستعادة دايزور والميادين الواقعة على الضفة الغربية من نهر الفرات هذا إلى جانب الرقة عاصمة الأمر الواقع لداعش التي باتت في يد قوات سوريا الديمقراطية يوم السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي بعد أربعة أشهر من انطلاق عمليات استعادة المحافظة وبالعودة إلى الباحث العسكري العميد المتقاعد دكتور محمد عباس أهلا بك من جديد دكتور محمد إذا ما اعتبرنا بأن ما حصل في البوكمال هو أنجاز استراتيجي بالنسبة للجيش السوري وله أهمية استراتيجية أيضا على الجانب العراقي ولكن دعنا نتحدث عن الجانب السوري كيف وما مدى الأهمية وأين تكمن هذه الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة أولا البوكمال هي المدينة الأخيرة الهامة بيد داعش كانت في الشرق السوري يعني طبعا بعد دير الزور لم يبقى وبعد الميادين أيضا لم يبقى إلا البوكمال وفينا نعتبر أن البوكمال السيطرة على البوكمال أنهت مشروع داعش الذي هو جزء أيضا من مشروع أكبر مشروع أمريكي لفصل العراق عن سوريا لذلك وصفنا الحدث بالإنجاز استراتيجي لأنه أعاد السيطرة على البوكمال والتقاء الجيشين العراقي والسوري وحلفاء إهمية طبعا في كل محور أعاد وصل هذا المحور الجيوستراتيجي الممتد من طهران وصولا إلى لبنان وفلسطين مرورا بسوريا والعراق ومشروع داعش كان في الأصل لفصل هذا المحور لذلك وصفنا الإنجاز اليوم بعد الوصول إلى الحدود بالإنجاز استراتيجي داعش عمليا انتهى كوجود أساسي كمشروع يشكل خطرا لكسر هذا المحور الذي وصفته هذا من الناحية استراتيجية أما بالقراءة العسكرية كيف تمت العمليين نحن أشرنا منذ فترة إلا أن هناك سباقا نحو البوكمال بين قوات سوريا الديمقراطية مدفوعة من قبل الأمريكيين وما بين الجيش العرب السوري وحلفائه وطبعا يعني بعد إخلاء مسلحين من الرقة ودفعهم إلى وادي الفرات بهدف إعاقة الجيش السوري القادم من الميادين باتجاه دير الزور وهنا في جديد التعقيدات قوات قصد قطعت الطريق على قوات الجيش العرب السوري في هذه المنطقة لمنع استكمال الجيش العرب السوري الهجوم على محورين محور شرق الفرات باتجاه الجنوب ومحور غرب الفرات من الميادين جنوبا وهذا كانت من شأنه أن يصل الجيش السوري من هذا المحور بصورة أسرع من قصد لذلك قامت قوات سوريا الديمقراطية أكيد بإعازمنا الأمريكيين بقطع الطريق هنا على قوات العميد سهيل الحسن الذي كان مع قوات خاصة يتقدم من هذه الجهة وهنا في جديد التعقيدات جرى وقف هذا التقدم لذلك في خضم هذا السباق كان يظهر على الخريطة وأنه قصد أقرب إلى البكماء لذلك اختار الجيش العربي السوري الضغط من محور المحطة الثانية شرقا لأنه هذه منطقة بادية وداعش متناثر فيها وباستطاعت وأرض مفتوحة عسكريا يعني باستطاعت الجيش استخدام كل طاقته النارية والدروع وناقلات الجند والتقدم بسرعة تحت غطاء القصف الجوي والمدفعي وهذا الأمر حصل يعني منذ أسبوع حتى اليوم الجيش العربي السوري منذ أسبوع بالزابط الخميس الماضي تقدم 11 كم شرق المحطة الثانية ثم من أسبوع حتى اليوم حصل هذا الإجاز وصل أول أمس إلى الحدود العراقية السورية والطقوا هنا الجيش العراقي والحجد الشعبي وفصائل المقاومة الجيش السوري والحلفائي التقوا في منطقة قريبة من مخفر الحوش ثم حصل الهجوم على البكمال من اتجاهين اتجاه غربي يعني من الغرب باتجاه البكمال واتجاه جنوب غربي من الحدود باتجاه البكمال طبعا كان متواكبا مع هجوم مماثل من قبل الجيش العراقي والحجد الشعبي من الشرق باتجاه الغرب باتجاه الحدود يعني وقوع داعش بين فكاي كماشي بين الجيش العراقي والحجد الشعبي من جهة والجيش السوري أتاح السيطرة بسرعة على البوكمال وكانت المعركة نظيفة لأنه كانت كل التقديرات تشير أنه هذه المنطقة فيها حوالي بين 3.000 و 5.000 يعني التقدير لم يكن دقيقا 3.000 ل 5.000 مسلح وقال أنه المعركة ستكون هنا قاسية لذلك لا المعركة كانت أيسر من المتوقع واستطاع الجيش العربي السوري إنجاز هذا التقدم بسرعة كبيرة ومثل مع أنه هو إنجاز استراتيجي لأنه أنهى مشروع داعش في سوريا سيدة العميدة ما أردنا أن نتحدث عن المناطق التي تبقى فيها داعش في سوريا طبعا أنا في تقديري مثل معالم حمد الخضر المسلحون الموجودون كانوا بين البوكمال والقائم فروا باتجاه وادي الفرات وأيضا باتجاه الحدود العراقي السورية في هذه المنطقة في هذه البادية الواسعة والممتد أكثر من 100 كم على الحدود العراقي السورية يعني أنا أعتقد أنه داعش توزع هنا يعني لن يترك كل قواته في هذه المنطقة لأنه من هنا أصبحت قوات سوريا الديمقراطية قريبة من الحدود خوفا من إقفال الطريق عليه يعني أكيد ومن شان المناورة فر باتجاهين بتقديري باتجاه هجين وشرق الفرات وباتجاه أيضا القرى التي لازالت في العشارة غرب الفرات وأيضا إلى الحدود العراقية السورية لذلك أنا في تقديري العملية القادمة ستكون من الجيش العربي السوري باتجاهين اتجاه شرقي يعني بالتنصيق مع الجيش العراقي بعد أن يقوم الجيش العراقي بالسيطرة على ناحية رمانة رمانة موجودة على الضفة الشمالية لنهر الفرات وأيضا راوة يعني أعتقد أن الجيش العراقي سيطلق خلال الفترة القريبة معركة السيطرة على راوة هنا راوة وعلى ناحية رمانة والمدينتين أو البلدتين واقعتين شمال نهر الفرات سيكون متواكبة مع عملية من قبل الجيش العربي السوري أنا في تقديري من اتجاهين اتجاه شرق الفرات من هنا من شرق الفرات من ناحية البوكمال شمال شرق البوكمال باتجاه هجين ومحور آخر من الميادين باتجاه العشرة ووصولا إلى البوكمال لإنهاء وجود داعش على نهر الفرات نائب وزير الدفاع الروسي قال منذ حوالي أربعة أيام أن المعركة لإنهاء داعش يجب أن ينتهي من نهر الفرات وهي كانت مؤشر وعلى الجيش العربي السوري هو من سينهي باعش هذا كان تأكيد على أنه من سيصل إلى البوكمال هو الجيش العربي السوري وليس أي قوات أخرى هذه من جهة أيضا الجيش السوري اليوم يقوم بجهدين جهد هندسي لتفكيك العبوات الناس وتأمين الأمان وتنظيف الأحياء من الألغام والعبوات والأشراك وأيضا وجهد ميداني لتأمين لأنه مثل ما شايفين هذا شريط هذا شريط معرض لهجمات معاكسة من قبل باعش الموجودة في البادي هنا والموجودة في المثلث هذا المثلث على الحدود العراقية لذلك الخطوة اللاحقة للجيش العربي السوري أنا في تقديري ستكون القضاء على هذا المثلث الواقع بين التيتو والعكشات والبعاجات إلى الجانب السوري وأيضا المعركة القادمة ستكون أيضا تنظيف هذا المثلث الكبير في البادي شرق السخنة وجنوب الميادين هذا المثلث داعش لا زال في النقاط التالي إذا أسمحي لأرض الخريطة سريعا سياد تلعني حتى ننتقل للملف العراقي صح داعش لا زال موجودا بالإضافة للذكرت في هذا المثلثين في المثلثين هذا على الحدود وهذا المثلث الأكبر في البادي لا زال موجودا هنا في أبو غريب في هذه المنطقة في واري غريب في ريف حماس الشمالي الشرقي وأيضا لا زال موجودا في دماشق هنا هنا هذا النقطة السوداء في الحجر الأسود واليرموك ومخيم اليرموك وأيضا لا زال موجود باسم تحت عنوان أو تحت اسم جيش خالد بن الوليد على الحدود الأردنية ومع الجولان المحتل يعني على مقربة من الجيش الإسرائيلي والجيش الأردني هذه النقاط التي لا زال يتمركز فيها داعش ولكن هذه النقاط لم تعد تشكل أي خطر أصبحت نقاط معزولة وهي مسألة وقت للقضاء عليها ولكن هذا فيما يتعلق بالجانب يقتضي تنظيف البادي أولا والحدود هذا فيما يتعلق بالميدان السوريسية العميد أيضا فيما يتعلق بالجانب العراقي أعلنت القوات العراقية قتلى أربعة انتحاريين حاولوا التسلل من سوريا إلى العراق وأعلنت قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي أن قطعات الفرقة الموجودة على الشريط الحدودي لن تسمح بعبور عناصر داعش إلى العراق وبالعودة إلى زميل محمد الفهد مراسل ميدين معنا من بغداد إذن ربما كنا نسأل قبل قليل محمد إذا ما كان هناك إمكانية لتسلل لعناصر داعش في الجانب السوري ماذا عن الجانب العراقي هل من ثغرات أيضا يمكن أن يتسلل إليها الانتحاريين أو الانتحاريون وأيضا عناصر تنظيم داعش يعني وفاء المساحة الممتدة إلى الشمال من نهر الفرات في الجانب العراقي تحديدا شمال الرمانة ممكن لعناصر داعش أن يخرجوا من المنطقة الصحراوية فقط باتجاه الأراضي السورية لكن لا نتحدث عن تسلل كبير لداعش هي في الأول هاربة من القائم باتجاه الضفة الأخرى لنهر الفرات وبالتالي لا تشكل خطرا لا على الجيش العراقي ولا على حتى الجيش السوري لكن هناك هي محاولات تندرج ضمن بعض الفلولة التي تحاول ربما المشاغلة أو إثبات الوجود حتى اللحظة أيضا من الجانب السوري هناك هجمات لتنظيم داعش تنطلق باتجاه معبر أصفوق الحدودي عند محافظة نينوى هم يتسللون من بعض المناطق المحيطة بالشدادي بحسب المعلومات نحو هذا المعبر الذي يربط البلدين عند محافظة نينوى فقط تمسك فيها القوات العراقية الحجد الشعبي لمسافة 60 كيلومتر منذ تحريرها لغرب الموصل هناك هجمات مستمرة لتنظيم داعش في محاولة ربما للمشاغلة أيضا لاحتبار أنه ليس لداعش أي قواعد داخل أراضي العراقية في غرب محافظة نينوى هي محاولات كما قلنا أي للمشاغلة ولإثبات الوجود بعد أن خسر أهم نقاطه الاستراتيجية سواء في العراق وكذلك في سوريا نعم كل الشكر لك زميل محمد الفهد مراسل الميدين على هذه اللحظة وهذه المعلومات كنت معنا من بغداد بالعودة إلى إكسية العمد ربما تحدثنا بإسهب عن الأهمية لتحرير ألبو كمال إذا ما أردنا أيضا نتحدث عن الأهمية الاستراتيجية لتأمين هذه الحدود من الجانب العراقي أيضا هي في الجانب العراقي مؤمنة لأن أيضا كل المدن الرئيسية الواقعة على نهر الفراد باستثناء بلتين صغيرتين لهن راوى وناحية قرب الحدود هذه المنطقة كلها أيضا أصبحت بيد الجيش العراقي المناطق التي لا زالت بيد داعش هي مناطق صحراوية شاسعة لا قيمة استراتيجية لها يعني دون شك سيطر عمد يمكن اعتبار هذه الجيوب طبعا هذه الجيوب ولكن هذه الجيوب لن تسمح الجغرافيا باقتضاد في هذه المنطقة يعني هم سيتوزعون مجموعات صغيرة لأن هذه البالية لا تؤمن الاحتماء لألاف المقاتلين ودفع واحدة يعني هؤلاء لن يكونوا مجمعين في هذه المنطقة هم قلايا شاردي في هذه المنطقة هذه المنطقة شاسعة وتستلزم وقتا يعني ولكن وجود المسلحين على طرفي الحدود لاحظة يعني هنا مش على طرف واحد يعني على طرفي الحدود هنا جنوب الشدادي وبين المناطق التي تسيطر عليها قصد هنا قصد هنا والحدود العراقية هي المنطقة أضيق قليلا أو أضيق بكثير من المنطقة التي تسيطر عليها داعش في هذه المنطقة نقول تسيطر ما زالت موجودة فيها ولكن السيطر ليس بالضرورة أن تكون بيدها هذه المجموعات قادرة على تنفيذ بعض العمليات الأمنية أما أنها أن تقوم بعمليات من شأنها إحداث خرق عسكري مهم هذا الأمر غير ممكن مثلما أنهم مباثرون في هذه البادية ليس باستطاعاتهم حتى تأمين اللوجستية العائدة لهم لذلك أنا قلت سيكونون بمجموعات صغيرة وليس بتجمعات كبيرة لأنه عندما نتحدث عن تجمعات بالمئات أو بالألاف هم بحاجة للوجستية أصبحت غير مؤمنة بين طرفي الحدود ولكن دون شك يقتضي تنظيف هذه البقعة بعد الانتهاء من المناطق الأساسية داخل سوريا أو داخل العراق طيب سيطلع منك تفي بهذا القدر من الملف العراقي والملف السوري ربما بعد الفاصل نتحدث عن الجديد الميداني فيما يتعلق بالميدان اليمني أيضا مشاهدين صحيح ولكن بعد الفاصل بكل تأكيد إذن مشاهدين فاصل سريع نعود بعدها لمتابعة الميدان يبقوا معنا أهلا بكم من جديد إلى ميدانية الميدين سيطلع العميد قبل الانتقال إلى ربما الملف اليمني من المهم أيضا أن نعود إلى التصريح الذي قاله زعيم حلف النيتو بأنه ينس ستولتنبرغ بأن بطلب من العراق ستكون هناك قوات متواجدة أطلسية موجودة في العراق أين يمكن أن تتواجد هذه القوات وما لنعكاسها العسكري على موازين القوان موجودة في العراق نعم إذا منعرض الخريطة القواعد هناك يعني العديد من القواعد العسكرية ولكن طبعا هذه القواعد مختلفة المهمات يعني ليست كلها قواعد عسكرية وفيها جنود عسكريين للتدخل يعني قوة التدخل سريع القواعد يعني في كردستان أو في المنطقة التي كانت تسيطر عليها أقليم كردستان في أترش وسنجار طبعا سنجار خرجت عن سيطرة الكرد حاليا وأيضا في كاركوك في والتون كوبري وهنا في القيارة هنا في القيارة وأيضا في الأنبار هناك قاعدتين في الأنبار في البغدادي قاعدة الأسد وقاعدة الحبانية هذه قاعدة الحبانية هنا وهناك شمال بغداد قاعدة التاجي وقاعدة بلد في صلاح الدين العديد من القواعد ولكن يعني كلمة قاعدة بالمعنى العسكري ليس هناك تجمعات كبيرة حتى اليوم يعني هم مشروع تمركز أمريكي للفترة اللاحقة ولاحظي أن كل هذه المناطق التي يتواجد فيها الأمريكيون إن كان بأقليم كردستان أو في مناطق يعني كانت نية الولايات المتحدة غير سليمة كانت تتمركز في مناطق سنية وهن وهم طالما تحدثوا عن مكونات الشعب العراقي الكردي طارتان والمكونات الطائفية الأخرى يعني هم يتمركزون لإعادة تشكيل البنية السياسية والأمنية للعشائر السنية تحديدا بهدف طبعا المشروع اللاحق هو تقسيم العراق لاحظ من الخريطة سيتمعيد بأن حتى فيها الداخل السوري ربما من الرحلية طبعا هذه القواعد أصبحت حاليا هي موجودة تحت عنوان التدريب ولكن هذه القواعد جاهزة لاستقبال حوالي ستين ألو جندي إذا سمحت الحكومة العراقية طبعا هم يتجاوزون الحكومة العراقية يعني أمين عام الحلف الأطلسي يتحدث بذلك القوات التحالف في العراق طالما تحدث أنه سنبقى في العراق لمواجهة داعش يعني هل يريدون إعادة داعش مرة ثانية لأنه عندما خرجوا من العراق عام 2011 قالوا أننا نخشى على الوضع العراقي من الإرهاب ثم جاء داعش هم يتحدثون عن البقاء لمحاربة داعش طبعا الحكومة العراقية أكثر من مرة تصدت لهذه الأقوال تحت عنوان أنه من يقرر وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية هم الشعب العراقي وليس أي أحد آخر لذلك أنا في تقديري حتى اليوم لازال عديد هذه القوات لم يتجاوز الأربع تلاف وهي موجودة تحت عنوان التدريب كل هذه التصريحات لن تحصل إلا بموافقة الحكومة العراقية كسب للوقت مدى عن الجانب السوري؟ بالجانب السوري طبعا مثل ما شايفين يعني مثل ما كانوا هم موجودين مركزين على أقليم كردستان أيضا هم ركزوا على الشمال على شمال مناطق سيطرة الكرد سواء في رأس العين سواء في العربية سواء في عين العرب سواء في عين العرب هنا تل أبيض والرقة والحسكة أيضا هم تواجدوا في الجهتين ملاحظة في المناطق التي كان يسيطر عليها أقليم كردستان بما فيها الأقاليم المناطق التي انتزعت منهم وبالجهة المقابلة على الحدود السورية يعني هم كانوا موجودين بين الحدود اللبنانية والسورية طبعا يبقى هذا الوجود رهن موافقة الحكومات القائمة حاليا موجودين بالأراضي العراقية تحت عنوان مستشارين ومدربين وبموافقة الحكومة العراقية ولكن موضوع القواعد إنشاء قواعد بالمفهوم الذي كان سائدا قبل عام 2011 هذا في تقدير لن يحصل لن توافق كل المكونات السياسية في العراق خاصة بعد انتصار العراق على الإرهاب وأيضا بعد حسم موضوع انفصال كردستان يعني أنا في تقديري موضوع الوجود الأمريكي سيبقى تحت عنوان التدريب إذن إلى الملف اليمني الآن حيث أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين وقوات هذه عقب استهداف الجيش واللجان الشعبية بصاروخ زلزال اثنين مواقعهم في منفذ عرب الحدودي في عسير السعودية مصدر عسكري أكد للميدين استهداف جنود السعوديين في موقع أباسة بنجران السعودية بمدفعية الجيش اليمني الثقيل إلى ذلك جددت الطائرات الحربية السعودية غاراتها على معسكر ريمة حميد في مديرية سنحان جنوب صنعاء بعد صد الجيش واللجان هجوما ثانيا لقوات هذه باتجاه قرية طبوعة وتلت العظيمة في مديرية نهم إعلان التحالف السعودي إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن يفاقم المعاناة الإنسانية في هذا البلد الذي يعيش عامه الثالث في الحرب الأمور وصلت إلى حد التحذير من مجاعة هي الأضخم منذ قرون تفاصيل أكثر مع ملاك خالد مشهد هذا الطفل اليمني الذي ولد خلال حصار بلاده يختصر كلاما كثيرا سوء تغذية ومجاعة وأوبئة نسي العالم أسماء بعضها كالكوليرا تركت أثارها على جسده ومثله ملايين الأطفال والبالغين ممن يفتك الحصار المستمر على اليمن بصحتهم وحياتهم بدون أسلحة لا جديد بالنسبة إليهم في إعلان الجار السعودي المعتدي إحكام إغلاق منافذ بلادهم كافة أصلا لم يكن يصلهم الدواء ولا الغذاء إلا نادرا والحصار كان محكما ولو من دون إعلان لكن الجديد بالنسبة إلى العالم هو تحذير الأمم المتحدة من أضخم مجاعة منذ قرون سيكون ضحاياها بالملايين ما لم يسمح التحالف الذي تقوده الرياض بإصال المساعدات إلى اليمن اتخذ التحالف أخيرا عددا من التدابير ما أعاق فعليا الوصول الجوية والبحرية والبرية إلى اليمن ما لم ترفع تلك التدابير فسوف تكون هناك مجاعة في اليمن لن تكون مثل مجاعة التي رأيناها في جنوب السودان في وقت سابق من العام حيث تضرر عشرات الآلاف من الأشخاص ولن تكون مجاعة كالتي كلفت 250 ألف شخص حياتهم في الصومال عام 2011 ستكون أكبر مجاعة يشهدها العالم في عقود عديدة مع ملايين الضحايا إضافة إلى ذلك طلب مجلس الأمن الدولي التحالف السعودي بإبقاء الموانئ والمطارات مفتوحة في اليمن وإلا فسيدفع ملايين اليمنيين حياتهم ثمنا لعدم وصول المساعدات العاجلة إليهم كذلك وقع 23 منظمة إنسانية دولية من بينها الأمم المتحدة بيانا عن خطورة الأوضاع في اليمن وتفاقمها بعد إغلاق التحالف كافة المنافذ إلى البلاد البيان أوضح أن هذا الإغلاق ومنع وصول الإمدادات من غذاء ووقود وعلاج يدفعان بنحو 20 مليون يمني إلى المجاعة والموت ستة أسابيع هي المهلة التي قدرتها هذه المنظمات الدولية قبل نفاد الإمدادات الغذائية في اليمن ستة أسابيع هي المهلة التقديرية قبل أن يترك مليونان ومئتاء ألف طفل يعانون من سوء التغذية نهباً للموت ستة أسابيع فقط بقيت قبل أن تفتك الكوليرا بنحو مليون مصاب في محافظات اليمن كافة بالعودة إليك سيدة العميد فيما يتعلق بي الملف اليمني ربما يعني ما نشاهده مؤلم جداً على الصعيد الإنساني ولكن ما يخطر على البال من سؤال هي بأن اليمن بلد كبير كيف يمكن إغلاق هذه المنافذ برياً وبحرياً وجوياً من قبل قوات التحالف السعودي كيف لها القدرة على إغلاق كل هذه المنافذ موضوع المساعدات الإنسانية يجب أن يميز بين شغلتين أولاً موضوع المساعدات الإنسانية يعني هذا الشعب يجب أن يدخل إليه يومياً كذا ألف طن من الغذاء وهذا الغذاء يريد أن يفوت من مرافق شرعية يعني الشركات أو حتى الأمم المتحدة يعني إذا الدولة بدأت استورد بدأت استورد بدأت تفوت منها الموانئ من الموانئ الشرعية المعتمدة وهذه الموانئ الشرعية المعتمدة هي محدودة يعني فينا نقول العدن، المكلة، الحديدة، المخة هذه المرافق الشرعية ومعظم المساعدات الإنسانية تأتي إما عبر الطائرات وإما عبر البحر وخاصة على ميناء الحديدة أني اليوم عاملين حصار شديد على ميناء الحديدة وحتى كان بعض القوافل الإنسانية التي ستأتي إلى ميناء الحديدة وما يخذ إذن مسبق منعت من الدخول إلى ميناء الحديدة موضوع إذا عم نحكي عن سلاح سلاح ممكن يتسلل يعني ممكن أنت تبقين بعد سلاح حتى رغم الحصار لأنه مثل ما قالت الحدود واسعة على البحر الأحمر هي مئات الكيلومترات هنا وأيضا على خليج عدن والمحيط الهندي وبحر العرب كمان أيضا الحدود الطويلة هذا موضوع موضوع أنه تسلل وإرسال أسلحة هذه ممكنة ولكن موضوع المساعدات الإنسانية الأمم المتحدة لا ترضى إلا أن توصل هذه المساعدات عبر المرافق الشرعية وطبعا الإجراءات السعودية مدعومة الإشكالية هي إنسانية بالدرجة الأولى بأن المنافذ الشرعية الموجودة المعتمدة هي المضلقة والمطلقة طبعا والمطارات أنا نسيت إليك المرافق حكيت عن المرافق والمطارات يعني حتى المرافق الشرعية المرافق التي تسيطر عليها قوات هذه لحليفة السعودية أيضا مقفلة يعني لم يقفلوا فقط الموانئ الموجودة تحت سيطرة الجيش واللجان الثورية مثل الحديري أو غيرها وأيضا المنافذ البري بين السعودية التي كانت يتجول فيها المواطنون بين الطرفين أيضا أغفلت يعني معبر اليعروبية أغفل معبر الوديعة أغفل أول أمس كل المعابر البري والبحرية والجوية وهلأ منعت الطائرات من الهبوط في مطار صنعة وحتى في مطار عدن هذا الحصار هو مثل موضوع لبنان يستهدف كل الشعب اليمني ولا يستهدف فقط الجيش واللجان لأن الأزم الاقتصارية ستطال الجميع الأزم الإنسانية المجاعة ستطال الجميع وشفنا نحن الناس على محطات الوقود في عدن وفي وسائر المناطق يعني الحصار على اليمن سيصيب كل الشعب اليمني بالأضرار وطبعا لو لا تغطيت الولايات المتحدة كان صوت الأمم المتحدة مسموع أكثر صوت الأمم المتحدة لازال خافتا خجولا يعني كنا نشوف نحن ديمستورا مثلا في لبناء في الحرب السورية يضخم أرقام المحاصرين خمسين ألف يكونوا هنا ألف وكان يدخل مساعدات لخمسين ألف ومرات لعشرين ألف ثم بينما هنا يعني منظمات الأمم المتحدة بقولوا ستين بالمئة إذا استمر الحصار ستين بالمئة من الشعب اليمني سياقة تحت المشيعة سريعا على صعيد الميداني بالموضوع الميداني وهو هنا الأزمة الرئيسية والحقيقية وسبب الحصار يعني يتذرع به السعوديون للحصار المعارك حاول قوات التحالف إحداث التحالف السعودي إحداث أي خرق باتجاه صنعاء وهذا الخرق دائما منشوف المعارك تتركز في نهم وفي صرواح وأيضا في المتون وفي الجوف وفي الجنوب أو في الوسط يعني قريب من الجنوب في تعز في مديريات الموزع ودباب وفي منطقة المخة اليوم بالعكس يعني اليوم لاحظنا أن الجيش والإجان هم الذين يشنون هجمات في ذباب ومن الموزع باتجاه الجنوب وفي نهم وصرواح تتراوح المعارك بين كرن وفر منذ حوالي الشهر دائما عندما تتحرك هذه الجبهة يعني لا يكون هناك انتصارات صاحقة لأي طرف من الطرفين باستطاعته الاستثمار عليه هناك حديث خلال الأيام الماضية عن ميناء الحديدة وعملية عسكر عملية انزال بحري انزال من البحر تقوم بها القوات السعودية مدعومة بقوات التحالف وعملية انزال انزال جوي فوق صنعاء انزال مضليين وهذا الأمر يعني طبعا شيء بمستحيل يعني قد يستطعون الدخول إلى الحديدة كما حصل في ميدي ولكن لن يستطيعوا الدخول إلى صنعاء بواسطة عملياتهم سيادة العميد في هذا التقرير الأخير ربما في النشرة بالتزامن مع مطالبة الأمين العام لحلف الناتو روسيا بالرد على مخاوف واشنطن بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى المتزامن مع مطالبة الأمين العام لحلف الناتو روسيا بالرد على مخاوف واشنطن بمشأن التزام موسكوب بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى وفق وزراء دفاع الناتو على تعديل على تعديل هيكل قيادة الحلف لإتاحة التحرك أو تحرك قواته عبر المحيط الأطلسي وداخل أوروبا بوتيرة أسرع وأسهل ردا على التهديد الروسي المتزايد تقرير هبة محمود إنه الهاجس الغربي من السطوة والنفوذ الروسي حول العالم النيتو يتحضر ويتحفز لوقف الجمح الروسي تجتمع دول وحل في شمال الأطلسي وتضع خططا لإنشاء مقرين عسكريين جديدين مقر للقيادة ومقر للدعم اللوجستي للمساعدة إذا نشب الصراع مع روسيا الطريق يمهد إذن أمام أكبر توسع منذ عقود للحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يظهر الأمين العام للحلف في مؤتمر صحفي يشرح الأمر لوجستيا وستراتيجيا بالنسبة لجانبي المحيط الأطلسي أوروبا الغربية والولايات المتحدة وفيما ترك موضوع التكاليف مفتوحا حتى عام 2018 تحظى فكرة القاعدتين الأقليميتين الجديدتين بدعم واسع وتشيران إلى تركيز الحلف على مهمته التقليدية وهي الدفاع عن أراضيه وذلك بعد سنوات من حملاته خارجها في البلقان وليبيا وأفغانستان تتوق ألمانيا لاستضافة مركز الدعم اللوجستي في ضوء موقعها الاستراتيجي وسط أوروبا فيما ذكرت مصادر أن دولا تطل على مسطحات مائية مثل البرتغال وأسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة قد تستطيف القاعدة الأطلسية مؤكدة أن القرارات لم تتخذ حتى الآن تغير زمن الحرب الباردة ولا بد من تغير هياكل الناتو يقولها الأمين العام للحلف أيام الحرب الباردة كان عدد مراكز الحلف ثلاثة وثلاثين مركزا وكان عدد الأفراد في مراكز قيادة الناتو في أوج الحرب الباردة اثنين وعشرين ألفا والآن هناك سبعة مراكز فقط لحلف شمال الأطلسي وفيها أقل من سبعة آلاف فرد يسعى الناتو إذن لتفعيل نشاطه أمام الفعالية الروسية وآخرها المناورات الحربية التي قامت بها روسيا في سبتمبر أيلول وحشدت خلالها عشرات الآلاف من الجنود على الجانب الشرقي للحلف لكن موسكو تنفي من جهتها أي نواية للعدوان على أوروبا مشيرة إلى أن العكس هو الصحيح وأن ما يجري هو محاولة لتطويق روسيا إذن سيادة العميد وزراء دفاع الناتو وفقوا على إعادة هيكلة قيادة الحلف ونحن أمام قاعدتين ربما مقرين عسكريين جديدين أين سيتم وضع هذين المقرين وما الدلالة العسكرية والجيوسياسية ربما إذا ما صح التعبير لهذين المقرين يعني هو التصعيد من قبل حلف الأطلسي بدأ مع روسيا قبل ذلك بفترة طويلة يعني الحلف الأطلسي سابقا أرسل ثلاث أفواج إلى الحدود الروسية مباشرة في دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ثم أيضا قامت درع الصاروخي في بولونيا وفي رومانيا وطبعا التدخلات في أوكرانيا وتزويدها بأسلحة وموافقة الكونغرس على تزويدها بأسلحة هاي من ضمن التصعيد ضد روسيا لأنه طبعا هم يعني يتصارعون مع روسيا في أكثر من مسرع عمليات وتحديدا في أوروبا والموضوع الأوكراني هو الحاسم لذلك هاي من ضمن يعني من ضمن الضغوط المتبادلة وردا على المناورات الروسية التي أجريت مع بيلاروسيا على الحدود الأوروبية هم قرروا يعني من ضمن التصعيد القائم إنشاء مقر عملياتي ومقره قد يكون بأحد الدول الموجودة على مسطح ماء يعني إن كان فرنسا أو أسبانيا أو البرتغال أو الضفة الأخرى من الأطلس يعني في الولايات المتحدة يعني هذا المقر لم يحسم أمر إقامته وهذا طبعا مهمة هذا المقر تأمين الممرات البحرية ووصول الإمدالات الأمريكية إلى أوروبا بأقصى سرعة ممكنة ومقر لوجستي هذا التقرر إنشاءه في ألمانيا ألمانيا لأنه تتوسط أوروبا مثل ما ملاحظة الغارب يعني ألمانيا هي في وسط أوروبا وتستطيع ألمانيا بالمقر لوجستي إرسال التجهيزات اللازمة اللي هي أساسا أصلا سيضعها الحلف والقوات الأمريكية تحديدا في ألمانيا يعني مقر لوجستي ضخم في ألمانيا يوزع جهدها وباتجاه الشارق وباتجاه الحدود الروسية نعم أنا أشكرك كل الشكر سيدة العميد محمد عباس على تواجدك اليوم في ميدانية اليوم وكل هذه الإفادة التي أفتنا بها في كل الملفات مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الميدانية وهذا تذكير بأبرز العنوين فيها داعش يتبدد وينحصر في مساحات ضيقة بين البكمال والميادين الحدوديتين مع العراق تحذير أممي من أكبر مجاعة يشهدها العالم في اليمن ضحاياها بالملايين وتابعتما الناتو يقرر إنشاء قواعد عسكرية جديدة في أوروبا لمواجهة روسيا نشكر لكم حسن المتابعة للمزيد من الأخبار والتقارير زروا موقع الميدان على الانترنت الميدان دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميدان دوت نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر